بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الرابع من الدرس الخامس وتمرين حول تصنيف المصفوفات إلى Upper Triangular, Lower Triangular or Diagonal Matrix المصفوفة الأولى مثلا نجد أن تحت القطر الرئيسي يوجد أصفار والبنات فوقه عبارة عن مثلث فهي مصفوفة مثلثة علوية Upper Triangular Matrix المصفوفة الثانية نجد أن فوق القطر الرئيسي يوجد الأصفار والأرقام تكون تحت القطر الرئيسي على شكل مثلث فهي مصفوفة مثلثة سفلية Lower Triangular Matrix المصفوفة الثالثة مثل المصفوفة الأولى الأصفار تكون تحت القطر الرئيسي والأعداد فوق القطر الرئيسي فهي Upper Triangular Matrix إذا أتنى المصفوفة الأولى على اليمين لوجدنا أنه العناصر توجد في القطر الرئيسي فقط وما تحت وفوق القطر الرئيسي عبارة عن أصفار فهي Diagonal Matrix مصفوفة كطرية المصفوفة التالية هي مصفوفة مثلثة سفلية لأن الأعداد أسفل القطر الرئيسي وفوقه أصفار فهي Lower Triangular Matrix المصفوفة الأخيرة من النوع العلوي لأن الأصفار أسفل القطر الرئيسي وفوقه أعداد فهي Upper Triangular Matrix وفوقه أسفل القطر الرئيسي وفوقه إلى نarسف تتوسط